السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد معكم في برنامجكم الاستثنائي الأهلي ينتخب الأهلي ينتخب زي ما تعودت حضراتكم بأن الحلقة الثالثة نافذة يطل منها كل السادة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هتنعقد يوم 26 نوفمبر الجاري إن شاء الله لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي بكل طموحات جماهيره أعضاء ويمكن زي ما تعودنا النادي الأهلي جمعيته العمومية داخل الأسوار لكن جمعيته العامة في كل بيت ومكان وحارة وزقاء ومدينة وقرية في كل مكان الجمعية العامة للنادي الأهلي موجودة وهي جماهير الأهلي في كل مكان الأهلي ينتخب موعد يومي بنلتقي فيه مع حضراتكم كفرصة ديمقراطية للسادة المرشحين كل يقدم أوراقه وطموحاته وأفكاره وكل ما يرغب فيه مناجدة ومخاطبة الجمعية العمومية من خلال قناة الأهلي وده التزام من قناة الأهلي وإدارة القناة مع إدارة النادي على أن تكون قناة الأهلي لكل أعضاء الأهلي ولكل أبناء الأهلي ولكل المرشحين بفرص متساوية تماما على مدى 90 دقيقة يوميا ابتداء من اليوم كل يوم بنستضيف أحد السادة المرشحين في كافة المقاعد المختلفة لغاية فترة الصمت الانتخابي اللي بيسبق العملية الانتخابية علشان كل واحد مرشح يقدر يخاطب الجماعة العمومية بكل وجهات نظره في إطار أولا من الحرص على تقاليد النادي الأهلي الحرص على الفرص المتساوية بين كل السادة المرشحين لأنه في الأول وفي الآخر أعتقد كلنا متفقين على أنه الهدف في النهاية هي مصلحة النادي الأهلي النادي الأهلي لما بيقدر يعزز استقراره لما بيقدر يوفر لجمعيته العمومية والأعضاء فرص كافية لتقييم أفكار السادة المرشحين للتعرف على كل برامج السادة المرشحين بنسهل الفرصة لعضو الجماعة العمومية أنه يختار صح وعضو الجماعة العمومية لما بيختار صح بيساعد النادي الأهلي أولا على أنه يجيب مجلس إدارة مستقر يجيب مجلس إدارة بأفكار مختلفة وفقا لرؤية الجماعة العمومية وده في الأول وفي الآخر بيانعكس على مصلحة العضو داخل المقارات ومصلحة جماهير الأهلي في كل مكان عشان كده يمكن أهمية الانعقاد الدوري للجماعة العمومية للنادي الأهلي هي جمعية مسؤولة عن مشاعر وأحلام الملايين ومسؤولة عن المزاج الشعب العام لعشرات الملايين من محب النادي الأهلي في كل مكان ترجمة نانسي قنقر